تجنب تشغيل الأجهزة في ساعات الزروة لما تشغل التكييف تأكد أنك قافل الشبابيك وحافظ على درجة الحرارة من 25 إلى 26 تنظيف فتحات التهوية بتزود من كفاقته وبتقلل من استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ سيب مسافة مناسبة بين التلاجة والحائط لحيث تسمح بالتهوية وما تدخلش فيها الأكل سخت وكمان ما تفتحاش باستمرار أو لفترات طويلة والأفضل أنك تشتري تلاجة حديثة لأنها بتعمل بتكنولوجيا متطورة أكتر كفاءة شغل التخان قبل ما تستخدمه بنص ساعة عند درجة حرارة مناسبة بين 50 إلى 60 وافصله انتناين واختار الحجم المناسب لاحتياجك لأن الحجم الأكبر معناه استهلاك كهرباء أعلى وده برضو بانطبقه مع الغسالات العادية وغسالات اللدباء اللي ما تشغلهاش غل لما تتملي وما تزودش درجة الحرارة عن 40 درجة أو استخدم ماء بارد لأنه هيوفر لك 90% من طاقتها ودايماً اتوجه للتكفيف بالهواء حاجة تانية مهمة هي الإضاءة استخدم اللمبات اللد علشان بتوفر 90% من استهلاك الكهرباء عن اللمبة العادية صحيح ان سعرها غالي مقارنة بالأنواع التانية لكن عمرها الافتراضي أطول بيوصل إلى 30 ألف ساعة كل التغييرات البسيطة دي هتوفر لك في استهلاك الكهرباء وده هيأثر في فتورتك الكلية تابعوا الحملة لمعلومات أكتر عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء